انا من قطر ما احتارت في الفيديو ده اتكلمت صاحب المحل عشان اسأله هلا اقول اسم المحل ولا لا وعشان كده يلا بينا نكمل سلسلة محلات مجهولة ولو حلوة هقول هي ايه ولو مش حلوة ولا كايني جربت حاجة وده الجزء الرابع وللي ما يعرفش في السلسلة دي احنا بنجرب محلات لسه فتحة او مش واخد حقها ولو عيوبها كتير شوية ما بنقولش اسمها واتمنى برضو لو حد عارف اسمها ما يكتبوش في الكومنتات عشان ما تبوصش اللي انا بحاول اعمله ولو عايز تسأل او تتأكد من اسم المحل ممكن تسألني برايبت يلا بينا نبدأ المحل بتاع النهاردة متميز بالمعجنات يعني مثلا عنده بيتزا وماكارونا وكريب وغير كده كمان عنده حاجة انتشرت في مصر مؤخرا وهي الكمبيلا اللي اتدعها حمزة بس منظرها على طلبات الصراحة كان مغرية ومن غير رغي كتير تعالوا نبدأ التجربة اول حاجة طلبتها من هناك هي بطاطس بالموزاريلا بالستريبس وسعرها 35 جنيه انا اول ما استلمت الوردر كالت بعدها بعشر دقيقة على طول عشان تجبنا وتبوصش البطاطس وايض صراحة كانت عمه حلو جدا اللي استريبس كانت كميتها كويسة وسعره كمان كويس يعني 35 جنيه على كمية اللي استريبس والبطاطس والموزاريلا دي فهو صراحة طبق حلو ولو حد هيسأل لي انت كنت بتاكل بيدك ليه عشان ما كانش فيه شوكا هما دوني معلقة مش عارف الصراحة تقريبا معلقة دي عشان نجريسكو بس ماكونش عارفها كل بيها خالص البطاطس بس عمتها البطاطس كانت حلو قوي وحمستني لباقي التجربة فيلا بينا نكمل تاني حاجة طلبناها بقى نجريسكو مشكل جبن ودي كان سعرها 60 جنيه واول شوكا كده اخدتها هي لاسعيتلي وحرقتلي بقء لاسعى فمعلش احنا دي هنجربها في الاخر نخشف تالت حاجة طلبناها وهي البيتزا طلبناها نص ونص نص الشيكن رانش عشان دي كانت اعلى حاجة طلبت على طلبات والنص التاني بيبروني عشان دي الحاجة اللي احنا بنحبها مبدئيا كده بس البيتزا كانت مزيتها يمكن ده يكون من الجبنة يمكن يكون من حاجات كتير بس هي البيتزا كانت مزيتها بس لما جيت ابتدي اول حاجة بالبيبروني هي العجينة كانت حلوة جدا الجبنة كانت حلوة جدا قال البيبروني كان ملاسوعة شوية بس فيه حاجة غريبة انا مش حايز بطعم الصلصة ولما فتحت كده لطبقة اللي فوق بتاعت البيتزا عشان اتأكد انا فعلا مش لاقي صلصة خالص فانا مش عارف الصراحة ده ازاي بس مش مشكلة المهم ندوق تاني نص وهو الـ Chicken Ranch كمية سوس الـ Ranch اللي كانت محتوطة على البيتزا كانت كتير وكان فيه طبقة فوق الجبنة وطبقة تحت الجبنة وكمية الفراخ كانت كويسة ولا هي كتير ولا هي قليلة والتدبيلة بتاعتها برضو لزيزة هي مش احسن حاجة بس هي حلوة فالصراحة الـ Chicken Ranch كانت احلى من البيبروني بس انا ندقيقني موضوع اني ما كانش فيه صلصة نرجع نبص تاني كده بقى على الـ Négresco المشاكل الجبنة اللي لاسعيتني في الاول وبعدك اول ما اخدت معلقة منها هي الصراحة كانت احلى بكتير بس فيها مشكلة بسيطة بس هي الجبن كانت محتاجة تضرب مع بعض احسن شوية عشان خطر هي فيها تكتيلة بسيطة كده بس غير كده هي حلوة جدا الصراحة واخيرا بقى اكتر حاجة مميزة عند الراجل ده وهي الـ Smokey Beef Bomb ودي بتكون عبارة عن برجر مع صصوات وبصل متكارمل وجبنة كتير متغطيين كلهم بعجينة محتوط عليها ببروني وصلصة من فوق وبيخشوا يستوي كلهم في الفرن مع بعض واول قطمة الصراحة كانت حلوة جدا فشكلي كده هقول اسم المحل بس وانا ببص جوه لقيت ان العجينة للسنية وبعد كده اخدت حتة كده من البرجر لقيت اللحمة بتاعته من جوه حمره وهنا انا وقفت ما كنتش عارف الصراحة اقول اسم المحل عشان ماكرونا والبطاطس كانوا حلوين اه البيتزا كان فيها شوية مشاكل بس لو تعدلت هتبقى تحفى وهكذا برضو الكمبيلة هي اه كانت نية بس لو اتعدل فيها شوية حاجات هتبقى جميلة جدا فانا ما كنتش عارف الصراحة عامل ايه فكلمت صاحب المحل وحكيت له اللي حصل وسبت هو يكرر هل اقول اسم المكان ولا ما اقولوش وهو الاول وهلا قال لي ان انا اقول اسم المحل بس نبهته وقلت له ان انت محل لسه بادئ ولو انا قلت ان الاكل عندك كان طالع ناي فده هيعملك مشكلة فهو لما فكر تاني قال لي لا خلاص ما تقولوش عشان احنا كده هنبقى من الدار فللاسف انا مش هقدر اقول اسم المحل المراضي واتمنى لما اروح ان شاء الله بعد فترة يكون حسن كل المشاكل اللي عنده شكرا جدا ليكم لو انت لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابازة من قناة لايفوز ابازة سلام